وجبة الصباح تحدث المعلم مع الأطفال حول فطور الصباح فقال من منكم يتناول فطور الصباح كل يوم قبل الخروج من البيت؟ فقال سعيد أنا لا أتناول الفطور في الصباح وقال رياض وأنا أيضا وقالت هدى وأنا كذلك ليلى تقول أمي الحليب فوق الطاولة عليك بتناول الفطور ولكني لا أشعر برغبة في الأكل المعلم مندهشا ماذا أسمع؟ أتأتون إلى المدرسة من غير فطور؟ ثم قال فطور الصباح يا أطفال مفيد جدا لصحتكم فهو يمدكم بالطاقة الكافية لنشاطكم قال باسم وماذا علينا أن نأكل في هذه الوجبة يا سيدي؟ المعلم حتى تكون الوجبة غنية ومفيدة يجب أن تحتوي على كوب من الحليب وبعض الفطائر من الخبز وقطع من الجبن وقليل من الفاكهة فقال الأطفال بصوت واحد لن نخرج من البيت قبل أن نتناول الفطور ماهو يمدكم بالطاقة الكافية لنشاطك فيها كنت أستطيع أعصد المفيد كنت أعصد المفيد وقليل من الفاكهة باستشاطك فيها وغير فيها شكرا